كثير من المتسائلين يسألون حول متى يمكن أن يعقد لقاء بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين يعني لإيجاد مخرج لهذه الأزمة إذن كما ذكرنا مخرج هذه الأزمة انسهاب القوى الروسية من الأراضي الأوكرانية هذا الحل إذن نحن نرى أن هناك أي فائدة من أي لقاء بين الرئيس بايدن وأي مسؤول أي شخص أي زعم آخر في العالم نحن لن نتردد ورئيس بايدن هو قال أنه إذا هناك مثلا لدينا بعض الأمريكيين المعتقلين بدون تبرير في روسيا وإذا هناك أي أمكانية لإفراج صراح عنهم من أي اجتماع أو أي لقاء بين الرئيس بايدن ورئيس بوتين ممكن سنبحث عن ذلك ولكن بالنسبة للملف الأوكراني وهذه الهرب ماذا الرئيس بايدن هو سيقول للرئيس بوتين اللي لم نقولها منذ شهور قبل هذه الهرب إن كنا نتكلم قبل هذه الهرب حول توقعاتنا وكنا نقول إن نحن نبقى الباب مفتوها للدبلوماسية ولكن في نهاية المطاف الرئيس بوتين هو الذي اختار المصار الأضواني المصار الحرب نعم اتهام بريطانيا بالضلوع مباشرة في تفجير خط نوردستريم وقول موسكو إن واشنطن هي المستفيد الأول من هذا الموضوع يعني ردكم عليه وإلى أي مدى يمكن أن تصل للولايات المتحدة في دعمها لأوكرانيا وماذا لو صعدت موسكو عمليات القتال إذن بالنسبة هذا الأنابيب والتفشير في الأنابيب نوردستريم حتى الآن نحن نستنى التحقيقات والتفاصيل ولكن بدون شك ليس هناك أي روابط بين هذه التفشيرات والولايات المتحدة وفعلا شيء غريب جدا لنسمع هذه التحامات من نوردستريم لأن نحن رأينا بكل آسف مرارا وتقرارا عندما الروسية عندما الهكومة الروسية ورئيس بوتين يتحم أي شخص أو أي طرف آخر من شيء ممكن هم يعمل ذلك إذن نحن نعرف النحج هنا وبالنسبة الموقف بشكل عام الوليد المتحدة كما كان الرئيس بايدن الوليد المتحدة ستستمر في تقديم الدعم الأسكرية والدفاعية وإنسانية واقتصادية للهكومة وهي هكومة منتخبة هكومة أوكرانية وهذا البلد الأوكرانية لديها سيادة ولذلك الوليد المتحدة ستدعف عن حقهم ليعيش في بودانهم في بلدهم نعم الانتخابات التشريعية المقبلة لديكم وإلى أي مدى يمكن أن تغير أو تؤثر في سياسة الولايات المتحدة الخاصة بالحرب في أوكرانيا؟ هذا سواء جيد وأنا قلت تكرسمي في ويزاعة الخارجية عادة أنا لا أتكلم وأدخل في التفاصيل بالنسبة للانتخابات المحلية الانتخابات الأمريكية وليس من ممكن أتكاهل بالنتيجة فعلا لا أريد أن أدخل في أي فرديات ولكن سمعنا من الرئيس بايدن وهو قال لنا أننا نشكر الهزبين نشكر الجمهوريين ونشكر الدموكرافين الذي كلهم بدون استثناء تقريبا كلهم كان يدعم الشعب الأوكراني وكان يدعم المبادئ الدولية التي نحن نريد أن ندافع عنها إذن نحن نتوقع أنه برغم من أي سيناريو من الانتخابات أو أي نتيجة من الانتخابات من النتائج نحن سنستمر في هذا الدعم ونحن سنستمر في التنسيق والتعاون مع خلفائنا في الاتهال الأوروبي وهل في شمال أتلسي، ناتو والآخرين لتقديم هذا الدعم اللازم للشعب الأوكراني نعم ترجمة نانسي قنقر